السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة. لو اول مرة تشوف قناة علامة استفهام ومهتم بالربح من الانترنت. وخاصة اليوتيوب. اشترك في القناة وفعل الجرس على الكل. هيوصلك كل الفيديوهات الجديدة والحصرية. النهاردة ان شاء الله هنتكلم بشكل شامل عن ميزة القنوات المنتسب اليها. هنعرف يعني ايه الميزة ديت? الارباح اللي بيجي لك من الميزة ديت بتاخد كام وليوتيوب بياخد كام? ايه هي الشروط التي يجب ان تتوفر في قناتك علشان يجي لك ميزة القنوات المنتسب اليها? ايه هي المزايا اللي هياخدها المنتسبين لقناتك? هل القنوات المنتسب اليها بقت متاحة في مصر وفي المغرب وفي معظم الدول العربية? طيب ازاي نفعل ميزة القنوات المنتسب اليها? كل حاجات دي ان شاء الله هنعرفها في الفيديو بتاعها النهاردة. علشان كده تابع معايا للنهاية. وطبعا ما تبخلش علنا باللايك لانكم اصرين شوية في اللايقات. طيب الاول ميزة القنوات المنتسب اليها يعني ايه? لو انت لاحظت الفترة الاخيرة بدأ يظهر يعني هي الميزة مش جديدة ولكن بالنسبة للدول العربية مؤخرا كده بدأ يظهر زر اسمه الانتساب. جنب الاشتراك يعني كلمة الاشتراك وجنبها كلمة انتساب او جوين لو هي بالانجليز. انتساب دي معناها انضمام يعني هيتيح للمشاهدين او للمشتركين اللي موجودين في قناتك ان هما ينضموا لي قناتك او ينتسبوا اليها. مقابل دفع مبالغ شهرية او دفع دفعات شهرية. ممكن تعملها بداية من عشرة جنيه لحد مثلا الف جنيه الفين جنيه. زي ما انت عايز نظام مستويات لحد خمس مستويات معاك. والكل مستوى من المستويات دي بعض المميزات اللي انت هتقدمها للمنتسب لقناتك. وده يعتبر نوع من انواع الدعم لصاحب القناة. يعني انت بتقدم له دعم. مقابل ان هو بيديك مميزات اضافية تميزك عن باقي المشتركين. وهنقول للمميزات دلوقتي. طيب هل الموضوع ده اصبح متاح في مصر وفي المغرب وفي كل الدول العربية? عايز ابشركم وقول لكم ان الموضوع ده اصبح متاح في مصر وفي معظم الدول العربية ولكن مش بشكل رسمي. اليوتيوب بدأ ينزل الميزة دي في القنوات المصرية وفي بعض القنوات في الدول العربية ولكن بشكل تدريجي. يعني انا عندي قناتين في قناة فيهم نزلت ميزة الانتساب والقناة التانية لسه ما نزلتش ميزة الانتساب ولا غيرت الموقع الجغرافي ولا غيرت اي حاجة. وهوريكم دلوقتي على الشاشة قدامكم. تمام? فالميزة دي لو مش موجودة عندك في قناتك حاليا بكرة بعد الاسبوع الجاي الشهر الجاي هتلاقيها ان شاء الله موجودة في قناتك. وده يعتبر دخل اضافي القناتك. يعني ده آآ دخل اضافي بجانب الاعلانات بتاعة جوجل. وانت بتاخد سبعين في المية من ارادات القنوات المنتسب اليها او ميزة القنوات المنتسب اليها. واليوتيوب بياخد تلاتين في المية من الارادة. طيب هتقول لي انا كمشاهد هستفاد ايه? لما ادفع لك فلوس بشكل شهري. اليوتيوب وفر بعض المميزات اللي هيستفيد بيها المنتسب لقناتك منها ان هو هيظهر جنب اسمه سواء في التعليقات او في البس المباشر شارات او رموز تعبيرية. تمام? هيبقى يعني الاسم بتاعه او التعليق بتاعه جنبه شارة كده معناه ان هو منتسب لقناتك. ولما يدخل بس مباشر الاسم بتاعه برضو هيبقى مكتوب جنبها منتسب جديد بالاخدر كده. وهيبقى فيه اموجي ورموز تعبيرية خاصة بيه هو بس تميزه عن غيره. دي اول حاجة. تاني حاجة صاحب القناة ممكن يخصص مشاركات في المنتدى مخصوص للمنتسبين في قناتهم. يعني انت كساحب قناة لما تيجي تعمل مشاركة على المنتدى هيظهر هل انت عايز تعمل المشاركة دي بشكل علني ولا للناس اللي منتسبة او للمنتسبين فقط. تمام? دي هتزهر في قناتك. دي تاني حاجة. تالت حاجة ان انت ممكن تنزل فيديوهات مخصوصة للمنتسبين في قناتك. برضو هيظهر زر في نشر الفيديو. لما تيجي تنشر الفيديو هاللي عايزه عام غير مدرج خاص مش عارف ايه. فهيظهر زر تاني للمنتسبين فقط. فالمنتسبين بس هم اللي هيشوفوا الفيديو ده بس. ولكن مش هيوصل لهم اشعار. طب هيوصل لهم اشعار ازاي? هيوصل لهم اشعار على المنتدى فقط. خلي بالكم من النقطة دي. يعني انت لما تيجي تنزل فيديو جديد للمنتسبين بس مش لكل الناس. فاعمل آآ منشور على المنتدى. قول ان انا نزلت فيديو جديد وحط الرابط علشان مش هيقدروا يوصلوا للرابط غير عن طريق او مش هيقدروا يوصلوا للفيديو غير عن طريق الرابط ده لان مش هيوصل لهم اشعار. هو ممكن لما يدخل القناة هيشوف الفيديو ولكن مش هيوصلوا اشعار. الحاجة الرابعة ان انت تقدر تعمل بس مباشر للمنتسبين في قناتك بس. يعني انت عندك مسلا مية منتسب في قناتك او خمسين او ايا كان العدد. ممكن يا جماعة يلا بينا نعمل بس مباشر وما يدخلش البس المباشر ده غير المنتسبين في قناتك فقط. ممكن في البس المباشر العام ممكن ما تخصص اللي يتكلم معاك او اللي يدردش معاك المنتسبين لقناتك فقط. ودي كده يعتبر المميزات اللي هيحصل عليها المنتسبين لقناتك. طيب ايه هي الشروطة التي يجب ان تتوفر في قناتك لكي تحصل على ميزة القنوات المنتسب اليها. اول حاجة ان انت قناتك تعدل الف مشترك. تاني حاجة ان انت قناتك تكون مفعل الربح تكون محقق الربح. تالت حاجة ان انت تكون عندك اكتر من تمنتاشر سنة. تقع مكان اقامتك في بلد يتوفر فيها الميزة. وزي ما قلنا في المقدمة في الاول مصر اصبحت فيها الميزة متاحة والمغرب وكتير من الدولة العربية. ولكن هتنزل بشكل تدريجي. وهوردكم دلوقتي ازاي? تمام? طيب البلاد اللي متوفر فيها الميزة دلوقتي بشكل رسمي. في عندك بالنسبة للبلاد العربية في الامارات في آآ في السعودية في البحرين اهو السعودية وفي قطر تمام? وفي بقى بلاد تانية كتير كل البلاد اهي زي ما حضراتكم شايفين. ولكن زي ما قلت لكم اليوتيوب هينزل الميزة ديت في اغلب القناوات الفترة الجاية. طيب نرجع للشروط تاني بقى الشرط اللي بعد كده يجب ان تكون قناتك غير مصنفة على انها مخصصة للاطفال. يعني ما تكونش قناة موجهة للاطفال. يجب ان لا تضم قناتك عدد كبير من الفيديوهات الغير مؤهلة. يعني انت عندك بجانب الفيديوهات علامة الدولار الخضرة. في بعض الفيديوهات هتلاقي عندك علامة الدولار بالاحمر كده. يعني الفيديو ده مش بيحقق ربح. فلو انت عندك عدد كبير من الفيديوهات لا تحقق الربح يبقى انت كده غير مؤهل لميزة القنوات المنتسب اليها. ولازم طبعا توافق على سياسات القنوات المنتسب اليها اللي هي ارشادات المنتدى والحاجات دي ويه اليوتيوب بيقولك ديت حاجة مش لجمع التبرعات يعني خلي بالكم ديت مش لجمع التبرعات ديت حاجة كده اوبشن زيادة علشان المشاهدين يعني اللي بيحبوك واللي عايزين يدعموا قناتك واللي عايزينك تستمر في انشاء المحتوى يعني كانوا من اه الدعم زي قصة باتريوم بالزبط اللي انا شرحتها قبل كده ولكن ده بقى حاجة اليوتيوب هو اللي منظمها وهو اللي مزبطها وبعد ما عرفنا يعني ايه ميزة القنوات المنتسب اليها وايه هي الشروط التي يجب ان تتوفر في قناتك للحصول على الميزة وعرفنا كمان المميزات اللي هيحصل عليها المنتسبين لقناتك تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نشوف شكل الميزة ازاي نقدر نفعلها وهل هي اصبحت فعلا متاحة في مصر ولا لا انا عندي قناتين مفاعلتين مفاعلتين مفاعلين يعني يعني بيحققوا ارباح انا غلط في كلمة دي كزا مر المهم القناتين دول قنات علامة استفهام وقناة صمها كارتيوب بتاعت عربيات تمام القناة بتاعت كارتيوب ظهرت فيها الميزة القناة بتاعت علامة استفهام ما ظهرتش فيها الميزة روح تكلمت الدعم وقلت لهم الميزة دي ما ظهرتش عندي قالوا لا هي مش متاحة في مصر قلت لهم لا ده متاحة وفي قناة هي تظاهر فيها الميزة وبعدت لهم كم قناة مصرية ولا مغيرين الموقع الجغرافي زي ما النازم ما بتعمل ولا اي حاجة فقال لي خلاص هنحول الموضوع للدعم الفني وهنرد عليك خلال يومين والكلام ده فاتعالوا مع بعض دلوقتي نشوف قناة كارتيوب قدي كده القناة هي وقدي الموقع الجغرافية يا جماعة مصر طيب هنخش على الاستوديو قدي القناة هي لو دخلنا على الاعدادات برضو انا بأكد لكم علشان في ناس بتشكك ان الموضوع لم يتم تفعيله في مصر والناس بتغير الموقع الجغرافية قدي كده القناة قدي بلد الاقامة مصر تمام هنعمل بقى اغلاق وهنروح على تحقيق الربح انت عايز بقى تشوف قناتك عليها او فيها ميزة القناة المتسبة اللي هي ولا لا بتروح على تحقيق الربح اهي علامة الدولار دي بتلاقي هنا حاجة اسمها الاعلانات يعني انت بتحقق الربح من الاعلانات وبتحقق الربح من السلع طبعا شرحت لكم موضوع السلع قبل كده هسيب لكم برضو الفيديو في الوصف وهنا موضوع الانتساب اهو دي كده الميزة الجديدة بتظهر هنا اهي الانتساب باستطاعة المعجبين الانتساب لقناتك وده في ارسوم شهرية مقابل حصول على مزايا خاصة تقدم لهم لو ضغطنا عليها هتلاقي برضو جايب لك نفس الموضوع بتبدأ تضغط على التعرف على الخطوات التالية بتلاقي زي ما انت شايف الخطوات اللي انت من خلالها هتبدأ تفعل ميزة القنوات المنتسب إليها لو روحنا على قناة علامة استفهم تمام مش هنلاقي الميزة دي متاحة ولكن انا مش عايز اضيع وقتكم ولكن بشكل سريع اهو قناة علامة استفهم ادي كده مصر برضو هنخش على الستوديو لسه مش موجودة الاهلانات والسلع فقط تمام فاحنا ان شاء الله هنشرح ازاي نفعل الميزة دي على قناة كارتيوب ولكن الموضوع يعني هاخد وقت شوية يعني انا علشان اشرح الموضوع ده عايز فيديو تاني هاخد لي ربع ساعة تلت ساعة كمان فان شاء الله الفيديو الجاي هنشرح خطوة بخطوة مع بعض ازاي نفعل ميزة القنوات المنتسب اليها وبكده يبقى انتهى الفيديو بتاع النهاردة وابشروا ان شاء الله القنوات بتاعتكم الفترة الجاية هيتوح فيها ميزة الانتساب سواء انت في مصر او في اي دولة عربية لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لنا لايك وتسيبنا رايك في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته